السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم هندسة سماء محمد رقم تلفوني 977-2542 النهاردة لطلبة عمارة اقولهم بس شوية على طرق الزهار المعماري فيه طرق كتير قوي يعني رصاص والوان مية والوان في المصدر وممكن تعمل مكس زي ما انت عايز ما بين الوان المية والوان في المصدر ما بين الرصاص ما بين الحبر زي ما انت تحب دي ازواء هي من الاول والاخر هي دي ازواء زي ما انت عايز المهم تبقى عارف بس ازاي هتظهر او بس التكنيك بتاع الرصاص ازاي التكنيك بتاع الالوان ازاي توقع ضل بتاع الكتل وتضل في الشجر سواء كانت هنا في اللاي اوت او في الاليفيشن كتل ايه اللي بارز ايه اللي غاطس ايه الكتل اللي قدامه ايه الكتل اللي وورا هنشوف دلوقتي انا عامل كزا مثاله وعايزة ازهره قدامكم في الاول هتشوف فيه انواع شجر كبير ممكن تحط النوع ده او النوع ده طمئيت ودي شجر ده على طول بيتحط ممكن تعمل كمان مجموعة شجر مع بعض ودي اندكيشن النخلة في البلان وممكن ده شجر عطرية نحطها ممكن اتجاه الرياح السائدة انت كمعماري يعني عارف انت هتحطها فين بتبقى عارف انت اتجاه الشمال واتجاه الرياح فين ده ممكن برده في الوجهة هي بتبقى عاملة زي كأنها يعني كأنها اندكيشن شجرة يعني مش بالتفصيل طبعا بس هو ده اللي بيبين الوجهة كأنه هو جزء من الوجهة بيبين سكيل الوجهة بيبين طول العناصر الخضرة دي بالنسبة للمشروع بتاعك هي دي اللي بتزهير الوجهة بتاعك طيب انا عاملة زي ده كده مثالين هنزهره بمرة بالالوان ومرة برصاصة هنشوف الزهر اللي اتنين يبقوا عاملين ازاي طبعا الوان مية وبتخلط انت بقى الالوان زي ما انت عايز يعني هنزه 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 اللون المية ده ما بين الازرق الغامق والابيض بتعملهم كده مكس مع بعض هنزه بتدخل من الجوانب هنا وبتعمل تقيل ومن النص بيبقى خفيف ومن الاخر بيبقى خففة خلص يعني من التقل للتلاشي يعني عشان الاجزاء اللي جوه هي دي المعرضة للضل اللي بيبقى فيها باين وهي دي اللي بتبين لحدود يعني دي مسلا ليك او كانال كده مية نامل من الجوانب بس كده زي ما انت عايز يعني هو مية اصلا ما بيبقاش كله صريح ما بيبقاش كله واحد بيبقى فيه تعريجات كده تقيلة وتعريجات خفيفة بس كده هي بقى في الجزء التاني انت بتعمل لاير في الاول واحدة وبعدين بقى لو انت عايز تتقل بتتقل على اللير اللي تحت اللي انت عملتها دي هم انت هي بقى مملة اكتر ما هو انت حبه يعني انت متخيل اكتر متخيل اللي انت بتعمله في الكلية لو اخدت كل حاجة كأنها حبص مش هتطلع بحاجة مش هتستمتع بحاجة انت كما ماري لازم تبقى عايش الموضوع بفن شوية هنتقل بقى الاجزاء الجانبية دي بلون اعلى هنزود ضربة الزرق هنا لو اللون طلع تقل معك بتقوم نخففه بمية دي الوان مية ممكن غيركم ما يكونش متمكن من الوان مية او مش هيبقى عارف ازاي هيخلطها ممكن تستخدم الوان في المسطر في عندي اللي اوت جاي هعملو انا بالالوان في المسطر يعني برضو الوان كويسة ومش بتحتاج منك ان انت تقوم تخلط وكذا بيبقى اللون عندك اصلا جاهز نعم 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 هذا هو بريج هذا هو بريج هذا هو بريج هذا هو بريج نعمل النوم الشجر سنتقل هنا قليلا نقوم بمثل النوم النوم نقوم بمثل اللون الأخضر نضع الشجر يظهر في البريج النوم نقوم نضللين على القليل نقوم بمثل كده خضره فوق وعلى جنبه واحد بنقوم متقلين او عاملين ليير تانية باخضر غامل بس قوم نوقع على الشجر جرمي. نفيش اكتر من كده. هاجب بدمج بس اللوم الاخضر. هاي زعل خفيف شوية. بس بعمل كده اياني بسرعة قدامك وبعرف كل فكرة. وفي عندي اخضر بنامج بس لاير كده في الاول. في عندي اخضر بقى ممكن تزوي. بعدين اللون الاخضر عندي مش مش لون واحد. ربنا خلوه اصلا الوان كده جوه بعض. زي ما انت تحب بقى احط. بعدين. اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة نشرا و كجمح المجتمع نض resentment هذا Few people سوف نقوم بتضل البحيرة في الماء سوف نقوم بتضل البحيرة في الوثيات حدود هذا دل لغا أعمل شغره لو عايزين نبقى نضل الجزء من الشجرة بوه نتبع لنعمل حد كده بسيط هتأكد بقى اللون الأخضر نحط بقى كده من الجوان لو اللون تقل منك ممكن تخففه بمنجيل بسرعة قبل ما ينشف ممكن تدخل كمان لون اسود بسيط كده زيدة على اللون الأخضر موسيقى 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 فهذه الinguاد Charlie موسيقى ترجمة نانسي قنقر